نبدأ الآن صباح الخير أو مساء الخير أو السلام عليكم أتمنى لكم إقامة سعيدة حيثما كنتم وعينما كنتم كيفما كنتم في كل مكان في كل زمان سواء كنتم في أقصى الغرب في أمريكا أو في أقصى الشرق في باكستان وأندونيسيا أو في أقصى الجنوب في أفريقيا أو في الشمال في السويد والنرويج لكم مننا السلام والتحية والحب والإخلاص إن شاء الله طبعا اليوم درجة الحرارة عندنا في بريطانيا طبعا عندكم ربيع في كل مكان أما عندنا إحنا مش عارفين خريف ولا شتا درجة حرارة صفر والتدفئة شغالة من الصباح ولابسين المعاطف السقيلة والله المستعان على تغير المناخ طبعا عند جزء من انتغير المناخ اللي بيضرب العالم كله نتيجة لزياد كمية سينكسل الكربون في العالم اللي طالعا من بعض الدول الصناعية مش هنخلش في الموضوع ده بس ده جزء من المشكلة اليوم هننتكلم عن موضوع يمكن سؤلتنا فيه كتير جدا 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 وهو لمن نعطي أموالنا سواء الزكاة أو الصدقة أو الهبة أو الوصايا أو الأوقاف في بعض النقطة نحطتها علشان كل واحد مننا يسأل هذه الأسئلة خاصة قبل شهر العطاء شهر رمضان طبعا أنا بشكر الأستاذ أحمد علي الشوى اللي بيساعدني في الإخراج الفني وننتقل لهذه الأسئلة كنت الأسبوع اللي فات ده آخر الأسئلة وأنا بتكلم عن محاضرة اليمن باللغة الإنجليزية فسألني شاب من أمريكا أعتقد وقال لي ندي المال لمن وده سؤال متكرر دائما 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 ومتكرر خاصة مع ازدياد حملات التبرعات وازدياد عدد الجمعيات وأسماء كثيرة ومرامج كثيرة ومشاريع كثيرة إلى آخر فكان ردي اليوم اللي أنا بقوله أنا محاضرة دي ببسيطة نعطيها أول حاجة لمن يستحقها كان من المستفيدين أو كان من القائمين عليها لمن هم قادرين على التصرف فيها لمن قائمين عليها لمن نثق فيهم يبقى القادرين لمن نثق فيهم لأصحاب الخبرات لأربعة للأمناء المستأمنين في أقلاقياتهم وقيامهم لمن لهم إنجازات ناس عندهم تاريخ وإنجازات تستعملهم لمن يأخذونها بالأثبات أنا كلمت عن سبع تقريبا نقاط في المدخل للمقدمة لهذا العمل لمن يستحقها اللي قادرين على التصرف فيها لمن نثق بهم لأصحاب الخبرات للأمناء عليها لمن لهم إنجازات لمن يأخذونها بالأسباب ليه؟ لأن عدد الجمعيات اللي موجودة في العالم العربي والإسلام ازدادت وأصبحت مش بالألاف أصبحت بعشرات الألوف عشرات الألوف والمصائب والعياذ بالله سواء كانت كوارثة طبيعية أو كانت حروب أو كانت نزوح أو كانت لجوء أو إلى آخر أصبحت تخرج منها عشرات الملايين من النازحين واللاجئين والمحتاجين وآخرها أزمة كورونا اللي احنا بنعاني منها كل هذه الأشياء خلتنا خلت العالم أو الشباب زيكم كلكم في كل مكان في العالم أنه هو يبدع وأنه يعمل جمعيات كتيرة لكن ده لخبط اللي هو المانحين ده فيه تحدي ثالث التحدي الثالث هو إيه؟ هو أن المعلومات اللي موجودة على التواصل الاجتماعي مش كلها دقيقة يبقى عدم وجود معلومات 100% دقيقة ازداد عدد الجمعيات بالألاف في أماكن كتيرة سواء كان في شمال أفريقيا أو كان في أسيا أو كان في أوروبا إلى آخره ازداد المصائب ده خلى الإنسان لابد يتوخى الحذر وهو بيعطي المال لأي جمعية من الجمعيات دي اللي أنا حتكلم عليها هذه وقت السراحة عليه إحنا ممكن كناس عندها خبرات أو عندها تجارب نتعامل مع كل القضايا دي كلها لكن الشيء اللي تدخيل اللي أصبح العمل الإنساني في العالم هو بعض بعض المستفيدين منه والمندسين عليه الذين يلبسون مسوح عيسى عليه السلام وتكلمون بحكمة سليمان عليه السلام وعدل عمر رضي الله عنه و يعني نظريات يوسف عليه السلام في بناء الاقتصاد والمصري إلى آخره فمع كل هذا لابد أن نضع أسئلة لكم ولي ولكل الناس قبل أن نعطي المال لأي حد فاصبروا معي طبعا أنا أتكلم عن الجمعيات الغير حكومية مؤسسات الغير حكومية مؤسسات مكتبات المدني أول حاجة لابد إحنا نخش على صفحات هذه الجمعيات ونشوف الأهداف ندرس الأهداف والقيم والرسالة بتاعت الجمعية والمهمة والاستراتيجية بتاعت الجمعية أنا مش حدي كده من غير ما لا لابد أتوخل حذر نجد نمرة واحد من اتنين لابد نشوف التاريخ المهني للجمعية دي عندها تاريخ ولا ما عندهاش تاريخ ها والعمل الميداني لا سواء كعمل مستوى الحارة الشارع القرية المدينة المحافظة أو الوطن أو العالم كله لما تريد تم إصدقية الأفراد زي وزيكم سأكون تانا رئيس مجلس أمناء أو عود مجلس أمناء أو عود مجلس غدارة أو رئيس مجلس غدارة أو مدير المؤسسة أو مدير تنفيذ المؤسسة أو رئيس خطاء لابد نشوف الناس دول عندهم مصدقية ولا لا نمرة واحد نشوف هيكل الجمعية هل الجمعية دي لا هيكل ولا قائمة على الفرد الواحد الفرد الواحد والهايكل والإدارة والقوانين بتاعة الجمعية هل عندها قوانين بتتبعها ولا ما عندهاش حاجات دي كده كده موجودة داخل الجمعية دي ما أنا خمسة أين تعمل الجمعية دي ما أنا قلت مستوى الشارع الحارة الحي القرية المدينة المحافظة الوطن أو على مستوى العالم كله أو على مستوى القرى إلى آخر ونشوف المشاريع بتاعتها متخصصة في إيه عشان نقدر ندعمها نشوف التقارير المالية بتاعتها هل التقارير دي مراجعة بمراجع قانوني خارجي هل التقارير دي ضعيفة أو قوية أو ما فيش تقارير هل فيه تقارير أدابية تقول نهاية العام إحنا أنجزنا كذا وأخفقنا في كذا ولا ما فيش كل هذه الأشياء لابد نسأل عنها قبل أن نتعامل مع هذه الجمعيات خاصة أن أصبحت الأموال كثيرة وأصبحت الجمعيات أكثر هل الجمعية دي بتطبق المعايير الإنسانية بمعنى الشفافية الحيادية عدم الانحياز المرجعية المحاسبية وغيرها ليه لأن المال ده مال الفقير ومال الأرمالة ومال المسكين ونحن أجراء لدى الفقراء دي أمر سبعة هل الجمعيات دي مسجلة رسميا في الدوائر الحكومية ولا تحت تسجيل دي أمر إيه التمانية هل نسبة من مصاريف الإدارية للجمعية في كل مشروع أو في كل سنة هل هي في ازدياد أو في نقصان وهكذا دي أمر عشرة التذكيات هل الجمعيات دي حصلت على تذكيات من حكومات من هيئات مرموقة من جمعيات أخرى من شخصيات معروفة إلى آخرين هل الجمعية دي عندها منظوم من التطوع وكيف التعامل مع المتطوعين وليه قدرت التطوع وللأ نمر 11 نمر 12 مين الشركات مع الجمعية هل هي بتأمن بالشراكة وتأمن شركات مع جمعيات مثيلة أو مع مؤسسات أخرى أو مؤسسات غير يعني من توجهات أخرى ولا لأ أو مع الدوار الحكومية ولا لأ إيه الإصدراب بتاعت الجمعية أشوفها أفهم منها ثقافة الجمعية في التطبيق من الصورة من الكلام من كل هذه الأشياء هل النسيج المجتمعي اللي احنا موجودين فيه ده الوقتي بيمثل داخل الجمعية من خلال الموظفين ولا لأ يعني مثلا هل فيه شباب شغالين في الجمعية هل فيه نساء شغالين في الجمعية هل فيه ناس ليهم ثقافات مختلفة وأعرف مختلفة أو قيم مختلفة وأديان مختلفة داخل الجمعية ولا لأ هل الجمعية دي بتشارك في المبادرات الكبرى على مستوى الوطن يكونها دور علشان تحمي القطاع أو تحمي المحتاجين موقف الجمعية من مناصرة قضايا فيه قضايا كثيرة زي قضايا غزة وإحصار غزة قضايا فلسطين قضايا سوريا قضايا اليمن قضايا إريتريا قضايا اليجور قضايا الروهينجا قضايا كشمير قضايا الكونغو الديمقراطية تشاد قضايا الأزيديين اللي هما الدواعش عمروا فيهم من الأفعيل والعياذ بالله ونسبوا هذا للدين الإسلام والدين الإسلام منهم بريء قضايا الإرهاب كل هذه الأشياء نتكلم فيها في أماكن مختلفة لابد أن نحن نشوف هالج جمعية دي ديها مواقف تدافع فيه عن تناصر فيه القضايا الإنسانية العادلة ولا لا كل هذه الأشياء نشوفها احنا عشان نستقرق فهم فكر فلسفة أصدقافية اللي عاملنا في الجمعية ولا الجمعية نفسها نمرة 18 الفلسفة الفكرية والأخلاقية للجمعية كل جمعية فينا عندها فلسفة فكرية وأخلاقية بتحاول تحافظ عليها فالتمنتاشر نقطة دول قبل ما نعمل أي شيء نبتدي احنا دلوقتي اللي كسرت الجمعيات اللي كسرت وتعددها وكسرت الإعلانات والمواد الإعلامية والنداءات 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 لابد أن نتحقق قبل أن نقرر مال لمن نعطي الأموال لأن ربنا سبحانه وتعالى المال والبنون زينا تحدثون يعني ربنا قدم المال على البنون لإيه لعشق الإنسان للمال لأن المال هو نتاج عمل الإنسان في حياته فلا تدهروا المال بأنكم تعطوا أموالكم بعاطفية دون دراسة العمل على الأرض الواقع ده بالنسبة في نقاط كثيرة ممكن أنتم 18 نقطة دول تحولوها الخمسة أو عشرة أو تعملوها عشرين أو تلاتين ما فيش حد أنا بيتكلم قرآن ولا إنجيل ولا طوراه ولا حاجة لا كلنا بنكتايد من أجل سلامة وصول المال لمستحقين ومن أجل سلامة وصول المال لمن يستطيعون أن يتصرفوا فيه بحكمة وبكفاءة وبإيه ريحية عالية ده بالنسبة لكيف نتحقق من الجمعية قبل أن نعطيها الأموال في هنا بعض المحاذير بعض المحاذير يعني إيه بعض المحاذير يعني في ساعة لو لقيت الأشياء دي خد خطوة وراء وفكر وأدي النصيحة خد خطوة وراء أو خدي خطوة وراء وفكري وأدي نصيحة لو لم يستمعوا النصيحة دوري على جمعية تانية أول محذور من المحاذير ده هو اللي بيدعو إنهم أحسن ناس أفضل الناس أول الناس أقوى الناس وأبقى الناس إحنا اللي روحنا وإحنا اللي عملنا وإحنا اللي ودينا وإحنا الكبار وإحنا كده تعرف أن دي ناس جمعية ناسها تملكهم الغرور والكبر والكبرياء تخاف أنك تعمل معاهم لأنه بيستعلوا على الجماعات الأخرى بما حباه الله الله صحب وصحب من إمكانيات فتحذر من العقلية اللي بتديد جمعية زي كده بش حاجة اسمها إحنا أحسن كلنا مع بعض لأنه كلنا بنحاول نعالج مشكلات المجتمع يعني إحنا نزلنا زي اليمن ما كنتنا بتكلم في الأسبوع لفتحة المحاضرة اليمن أو سوريا أو قضية اليوغور مفيش حد لوحده حيقدر يعمل كل شيء على الإطلاق حتى الحكومات تعجز فمحدش يجي دوقتي يقول لي أنا أحسن وأنا الأول وأنا الأبقى وأنا الأقوى وإلى أخير كل ده كلام ما يصلحش في العمل الإنساني وفي العمل الاجتماعي تحط علامة استفرام كده على الجمعية وتبتل تنصحهم نعم الاثنين اللي يقول لك أنا ما معنديش مصاريف إدارية ومصاريف زيوية تأتي الصف ودأ أصبح مرض 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 لا يوجد هناك عمل على وجه المعمورة دون أن يكون لهم مصاريف إدارية ممكن بعض الناس يجي ويقول والله أنا بحصل على مصاريف إدارية من جهة أخرى اكتب أنك بتجي لك تبرعات من شركة من مؤسسة من مانح بتغطي بتغطي المصاريف الإدارية ليه؟ لأن أنت لو لم تكن جمعية خارية ما كان هذا المانح يعطيك الأموال ما كانت هذه الحكومة كما هو موجود في الخليج دوقتي تفرغ بعض العاملين عندك لكي تستطيع أن أنت تقيم أداء الجمعية بناءً عن المصرفات المادية من مصرف الإدارية فليجي يقولك أنا يعني ما بعنديش أي مصرف إدارية تقول له لو سمحت هذا كلام غير منطقي هذا كلام غير منطقي هذا كلام غير منطقي أفسح عن مصرفك الإدارية أن أنت بتأتيها من مصدر معين أو عندك أوقاف فكل هذه الأشياء تعتبر دخل الجمعية نفسها الجمعية اللي تغتاب الجمعيات الأخرى تقول لك يا عم دون يعني أي كلام شوف المدير بتاعهم شكله كذا شوفوا على الشكل العربية بتاعتها كذا شوف الموظفين بيعملوا شوف الستات اللي عندهم شغلين بيعملوا كل ده الغيبة والنميمة ليست من أخلاقيات العاملين في العمل المجتمعي أو العمل الإنساني على الإطلاق الغيبة والنميمة ليست من أخلاقيات العاملين في العمل الإنساني أو العمل الإجتماعي على الإطلاق على الإطلاق مختبين النممين بحق الجمعيات الأخرى والشخصيات العامة في هذا المجال تعرف أن الناس دي أخلاقياتها هابطة فتنصح إن لم يستمعوا النصيحة تشوف جمعية أخرى حديث العهد اللي عندهمش تاريخ طبعا أنا أخشى يعني في يوم الأيام لما بدأت القضية السورية كنت أنا أعرف بعض الناس المخلصين الذين بدأوا في العمل القضية السورية في بريطانيا حاولت نجيبنهم أي تبرع من أي مؤسسة كانت الشرط الأولاني عايزين على الأقل اللي هو تقرير مالي لمدة سنتين طبعا هما الشغل مبالح عليك ما ننفعش نعرف ومش ده القانون الجديد كده في بعض الناس يقولك لا مش كده بس احنا عايزين نعرف من اللي هو عمل التقرير ما ده طب قلت لهم الدولة مواد عينية قالك حتى المواد العينية من اعتركش لأن من عرفش التاريخ بتاعهم الأداء بتاعهم شكله إيه حديث العهد أم الله يسلام تاريخ إن كانت حتى في بعض الناس ما ينفعنيش مش لأنك بتاع التلفزيون بتدفع وتطلع في السوشيال ميديا وتعمل على الونلاين يبقى أنا حديك فلوس لا خلي بالكم خلي بالكم تشوفوا التاريخ الجمعية دي شكلها إيه نمو الخامسة اللي هما بيدعوا تحقيق الإنجازات في جمعيات تقولك إحنا عملنا يعني أنا بأتكلم معاكم دهوقتي يا أخوانا أنا شايف في التلج نازل أنا عارف أنتم في أماكن مختلفة يعني احنا مش عارفين نعملين في بريطانيا يعني 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 نلبس البالتو ولا نقلع البالتو ولا نلبس الشيرز ولا نقلع الشيرز يعني طبعا يعني المنظر هو برا وأنا بأكلمكم يخض يلا ربنا إيه يسرع علينا إن شاء الله في شهر إبريل شهر ربيع لو كان فريد لاترس بيغني أو عبد الحينيب الحافز بيغني أو غيرهم بيغنوا إلى آخر أو على سعاد حسني بتغني إلى آخر نرجع تاني للجمعية بتاعتنا اللي هما بيقول احنا عملنا إنجازات طبعا عملتنا إنجازات هل قصة الأثر على المجتمع هل في حاجة عندكم داخل الجمعية بتاعتكم اسمها قياس الأثر يعني معناه إيه أنا صرفت مئة ألف دولار في مشروع معين في منطقة معينة لابد أن أحدد أثر هذه المئة ألف دولار على المجتمع اللي أنا بيشتغل فيه توقف في التعليم أو في الصحة أو في الزراعة أو في تربية الحقيونات كيف تغير المجتمع بعد أن انتهيت من عمل المشروع بتاعي بقى ما بدي شاهدوا فيه حاجة اسمها قياس الأثر ونقول لهم قيسوا الأثر ونقول لهم هطاها في تكلفة المشروع بتاع الجمعية إنجازات بدون قياس أثر مش ما تشلوحش إن مرسيت مين اللي زي ما أنا قلت في المجموعة اللي فاتت إن التنسيق إن الجمعية نفسها لا تمثل النسيق المجتمعي فتكون إما لهم واحد من ناحية الثقافة إما لهم واحد من ناحية الزكورية أو إما لهم واحد من ناحية اللي هو الفقه إما لهم واحد من ناحية المذهب إما لهم واحد من ناحية الايديولوجي وكل هذه الأشياء ما ينفعش لأن المجتمع بتاعنا فيه ايديولوجيات وفيه ثقافات وفيه قيم وفيه أخلاقيات وفيه أعراف وفيه تقاليد وفيه عرقيات كل هذه الأشياء موجودة في المجتمع فلابد أنا مش هقول لك يتمثل كل هؤلاء في داخل الجامعة على الأقل يكون فيه صورة تدل على أنك تعكس صورة المجتمع الذي تعمل فيه من يمثلون خصائص نصير المجتمع داخل مجتمعاتهم بل يمثلون فصيلا بعينيه أو حزبا أحاديا أو فقها ضيقا على مجموعة فكرية التي تعيش مع باقة تشكيلات المجتمعية الأخرى. نمر سبعة اللي ما عندهمش تقريم مالية ما فيش. ده بديك إزاي أنا مش حديك ما حضر شديك أو تقريم مالية غير دقيقة اطلب من حقك أنك تطلب من حقك أنك تطلبي. مش عيب مش عيب. هذا حق حتى لو كانت تمرق بتاعكم خمسين دولار أو مئة دولار أو عشرين دولار إلى آخرين. مش معنى فقد اللي يطلب اللي هو حدي ألف أو عشر تلاف أو خمسين ألف. لا. كل من أراد أن يتمرع بأي كمية من المال أو مودعينية لابد أن يطلب هذه الأشياء. إن جماعتكم ما تكونش يعني وقفة على شخصية وحدة الملهم المبدع المؤسس الزعيم الأوحد العظيم المتصعز إلى آخرين. لا. لابد يكون فيها إدارات يكون فيها هياكل يكون فيها لجان ويكون فيها سياسات ويكون فيها قوانين من الداخل إلى آخرين. لكن أما تقوم على شخص واحد هو المؤسس اللي بيوصل لدرجة أنه يعيشت لعمره منذ المهدي إلى اللحد لا. النصيح شيء لكن ممكن تشتغل مع جمعية وخاصة دلوقتي المجال مفتوح وكبير لوجود عشرات الألاف من الجمعيات دي في أماكن مختلفة. إن يكون الجمعية دي بعض الناس اللي عاملين فيها وعندها تاريخ لاس تاريخ إنساني. أنا مش هكوش أنت أفصل فيه يعني معين فتبتلي تخاف أنت منها. ليه لأن أنت هتحاسب على دعم الجمعية قد تتهمها إحدى الدول أو إحدى الدوائر بأنها أصبحت جمعية متطرفة أو جمعية مصدامية أو جمعية تتهم بالإرهاب في يوم الأيام فتكون أنت محسوب فأنت تقصى على أنا شخصيتي أنا يعني عملوا عليها تحقيق ثلاث مرات في كندا وفي بريطانيا علشان ماذا كتب عني والحمد لله طلعت يعني نظيف يعني بالنسبة إلى ما نهاية التقليل فمن حقك ولا تأخجل من حقك أنك تشوف لو أنت رأيت أحد العاملين خاصة البارزين فذي الجمعية له تاريخ معين لا يتماشى مع أهداف ومع سياسات ومع قيم ومع استراتيجات الجمعية ومع المعايير الإنسانية يقول لهم لا أنا آسف أنا يعني صعب علي أن أتعامل معكم شعب لأن ليه لأن أصبح فيه بدائل كثيرة لجمعيات كثيرة أن الجمعية ما يكونش عندها معايير الحكمة الرشيدة ها ولا تتطبق المعايير الإنسانية كلمت عنها لما يتفق عليها ما بين أم التحدة وما بين اللي هو الصليب الأحمر الدولي أو مؤسس الصليب الأحمر بن رمتها دي نمرة تسعى المعايير الحكمة الرشيدة و اللي هو اللي هو اللي هو المعايير الإنسانية تكون بتهتم بالإعلام بالدرجة الأولى يكون أغلب انفقتها على الإعلام مش على المشاريع لأنها عايزة تجمع مال تجمع مال فتلاقي الجهاز الإعلام بتاعها يمكن فيه خمسين موظف أو ثلاثين موظف أو عشرين موظف والجهاز التنفيذي للمشاريع يمكن فيه خمس موظفين لأنهم بيهتموا بإيه؟ بجمع المال أكثر ما بيهتموا بكيف يصرف المال كيف يصرف المال من أصعب الأمور يعني نشوف إيه؟ أسهل شيء عند أي جمعية إنها تجمع المال خلاص؟ سهل بالعواطف بقى والحاجات اللي كلها أصعب منه أين يصرف المال وكيف يصرف المال أصعب وأصعب اللي هو كيف نقيم مصرفنا من أموال وأثرها على المستفيدين اللي هم أصحاب المال الحقيين من الأيتام والحرامل والهم المشردين أو اللي هم اللاجئين والنازحين شوفت؟ جمع المال سهل الصرف أصعب قياس الأثر أصعب وأصعب 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 ده لهم نتكلم إيه؟ فيه إن شاء الله الجمعية اللي ملهاش علاقات مع جمعية تانية تحس كده أنها يعني إيه اللي وحدها؟ الله؟ طب أنتو ملكوش علاقة بالجمعية اللي في الشارع اللي جبك ده؟ ملكوش علاقة في الجمعية اللي في العاصمة بتاعتكم؟ ملكوش علاقة في الجمعية دي؟ ملكوش علاقة بالحكومة؟ اللي تلاقيه منزاوية كده؟ وبعيدة وخايفة تبتين تحطها اللي هل أنت تفهم؟ ليه لأنه طب إيه اللي عندك مش عايز تشترك مع الناس التانيين ليه؟ ليه لأن حاليا يا شباب مفيش عمل حينجز بدون بناء شراكات وتواصلات بينكم وبين جمعيات أخرى كلها سيدي تسألها كلها سيدي تسألها ها؟ اللي هي ملهاش علاقات بجمعيات مثيلة ولا تؤمن بإقامة الشراكات لا تؤمن لا مش عايزين مش عايزين واجع عالب لا أبدا أنا هخش بمئة ألف وانت هتخش بمئة ألف وانت هخش بمئة ألف وما شباب مليون انت هتبقى في وقت كذا وانا وقت كذا دي علشان نقلل الإنفاق ونزود الأثر الجمعية اللي بتتدعي انها بتشتغل في عشرات الدول وهمز نتقلم المليون جنيه بأمرت ايه؟ يه كده تلاقي في الأدبياء بتاعتها موجود احنا بنشتغل هنا وهنا 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 وتلاقي بسا قضايا بيننا وبينها عشر تلاف كيلو ها؟ وخضايا شائكة في مجالات مختلفة تخصصات مختلفة مناطق صراعات مختلفة ومع ذلك يدعوا انهم بيشتغلوا في كل هذه الأماكن تقفل الميزانية عمانا سنة كنتمرة في مصر في 2012 وكنا قاعدين في جلسة كده فأحد الشباب حاب ينفخ جمعيته نفخة قدامي فبيقول لي احنا بنشتغل في 24 محافظة أو 26 محافظة فأنا بصيت له كده وربنا ألهمني يعني كده ترمزانيتك كام؟ قال لي ترمزانيتك كام؟ قال لي سبعة تمانية مليون جنيه مصر تروا عينك في عيني كده ترمزانيتك كام؟ ترمزانيتك كام؟ ترمزانيتك كام؟ إذا كان المتحدث عاقل فالمستمع مش مجنون أو إذا كان المتحدث مجنون فالمستمع عاقل للدعاء في ثلاث عمل في عشرات الدول مع صغر حجم زنيتك تجمع من الدعمين لها دي نمرة 12 نمرة 13 اللي يكون لها تاريخ بتعرض مع أنا قلتها قبل كده دي يمكن عند بعض العاملين فيها مع المعايير الإنسانية والقيم الإنسانية إلى خيرا نمرة 14 اللي مهمة جدا 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 اللي هي إياه شباب إن يكون فيها بعض الناس من العاملين فيها يستفيدوا من أموال الجامعية سأكلم في مجلس الأماناء أو التنفيذين بمعنى إيه؟ أكون أنا رجل أعمال فأحاول أكسب اللي هي المشاريع اللي هي الصفقات التجارية اللي بتعملها الجامعية عشان تشتري خيام أو عشان تشتري أكل و عشان تشتري ملابس أو عشان تشتري أحزين لآخرة أو يكون عندي شخصيات دينية بتحاول تأخذ جزء من المال الجامعية ده للمذهبيات بتاعتها أو المرجعيات بتاعتها أو شخصيات فكرية تحاول تأخذ جزء من المال الجامعية دي للناس أصحاب نفس الفكر أو شخصيات سياسية تستفيد من أموال هذه الجامعية في دعم البرنامج الحزبي السياسي لهؤلاء الأشخاص دعم مؤسساتهم الدينية والفكرية والثقافية والاجتماعية والإساسية كل هذه الأشياء ما ينفعش لو لقيت وتأكدت من كده بتنصحهم ثم بتنصحب وتدعم جامعية أخرى من حقك أنك تسأل ومن حقك أنك ما تعطيش أما تتحول الجامعية إلى شلالية الجامعية دي يشوف المجموعة دي بتاعت فلان فلاني والمجموعة دي بتاعت فلان فلاني والمجموعة دي الجامعة اللي هم جايين من الحتة الفرنية وجايين من الحتة الفرنية وهكذا وقبليات وعرقيات ومذهبيات وحزبيات ده ما ينفعش بيتعرف الكلام بيتعرف الكلام فيهما بعد تحولها إلى شلالية وعصبيات وعائليات وقبليات ومذهبيات وحزبيات لمرة 16 اللي هي اللي تيجي تقولك إيه إحنا الفقه بتاني إحنا فاهمين يدين أكثر من التانيين يا إخوان إحنا بنعمل في مجتمع فيه منه الفاهم وغير الفاهم فيه الواعي وغير الواعي فيه القارئ وفيه غير القارئ وفيه الجاهل وفيه المتعلم وفيه اللي هو مطلع على متون الأمور بتاعة الأجيان كلها وفيه مش مطلع فلابد أننا لا أجرح أي فصيل من الفصائل المجتمعية اللي هم ضعاف في فهم الفقه الديني أو الفقه المجتمع أو الثقافة المجتمعية فلا تستعلي هذه الجامعة لا 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 ما تعملش مع دول دول الناس دول ما بيعرفوش يصلوا دول الناس دول ما عرفوش لا كل ده كلام فارغ زي ما كان ما حصل مع البصنة في 1999 لما كان بعض الجامعيات اللي جاية بتفرض على النساء ناس خارجين من الشيوعية ما يعرفوش بسم الله الرحمن الرحيم كانوا في البصنة ولا في ألبانيا ولا في بلغاليا ولا في وسط أسيا إلى آخره كانوا يفرضوا على النساء يلبسوا حجاب فتيجي الأخت تقفوا طبعون أنت كلام ده في أماكن كتيرة جدا أول ما تقف تحط الأشارب على رأسها تأخذ الباكت تخرج وتقل على الأشارب أو لازم تكون صايم يا سيدي احنا ما عارفين إن الصيام ده لا فيبدأ الراجل واقف كده هو يأخذ الباكت بتاعته وبعد كده أول ما يأخذ الباكت يروح ويدخن السجارة بتاعته فدول الناس مش فهمين إن المجتمع ده عاش في ظل الشيوعية أو الاشتراكية أو عدم وجود وعي ديني لعشرات السنين فكويس إنهم خارجين بيقول لك جذاكم الله خير إنه جدت سعيدنا ودي أموالهم دي أموالهم يعني زيناح منتكلم عن كذلك دي أموالهم كذلك فلابد نعطي الأموال حتى لو لم يكونوا مدركين للدين والفقه المجتمع والفقه الديني منتكلم عنه الجمعية اللي ما بيحساتش فيها تبديل وإحلال فالرئيس هو الرئيس والمدير هو المدير والغفير هو الغفير إلى آخر ده طبعا تخاف انت من حقك أنك تخاف أنا جو أقول لك دول غلط دول صح لا أنت من حقك أنك تختار زي ما أنت بتنزل كده بفلوسك أو أنت بتنزلي بفلوسك تحاول تشتري مثلا من محل معين نوع معين من الملابس نوع معين من الأحذية العربية إلى آخر بتدوره فأوما أن الخاصة بندور وبنبحث عشان نشتري الأجود والأقل تكلفة إيش معنى في العمل الخيري بندورش تكون الجمعية مش غير مسجلة فطبعا مش هكون لعندها هاكلية ولا معيير وتكون ما عنداش أي تسكيات من أي حد كل هذه الأشياء بتجعل الإنسان منها ياخد محاذير بالنصح وبعدين بعد كده هو يدور ليه؟ لأن الآن أصبح عدد الجمعيات كما قلت أنا من قبل بعشرات ألوف المول في الجزائر وفي المغرب وفي تونس وفي ليبيا وفي مصر وفي الخليج وفي الأردن وليبنان والسودان والسودان واليمن وسوريا إلى آخر وقدمنا باب الاختيار واسع طيب أنا اتكلمت عن حاجات دي أنا بأعايز أتكلم مع الشباب زمانة كل مرة بعد بعت رسالة للشباب إيه رسالتي للشباب النهاردة في وسط الأمر ده كله؟ الرسالة للشباب هي العمل الخيري أصبح مهنة سمعيني يا شباب؟ أصبح مهنة مهنة زي الطب وزي الهندسة وزي الزراعة وزي الاقتصاد وزي الإعلام وزي الشرطة اللي هو الشرطي اللي هو البوليس يعني وزي الجيش مهنة مهنة مش عمل عشوائي مش عمل عفوي أصبحت مهنة أصبحت هي أهم قوة من القوة الناعمة لأي مجتمع في العالم لذلك الدول الأوروبية والأمريكية تدعم مؤسستها الدولية الإنسانية يبقى أصبحت مهنة دي أول حاجة تعرفوها ولها تخصصات ولها أدبيات ولها ثقافات ولها سياسات ولها تاريخ ولها مبدعين من المرة واحدة العمل الخيري أصبح منظومة صناعية تصنع صناعة خيرية داخل المجتمع منظومة صناعية مجتمعية متداخلة مع كافة مناعي الحياة حيوات الخلائق التي تعايش تعايشاً تجانسياً مع بعضها البعض هي منظومة مش مجرد عشوائيات التي تتعايش تعايشاً تجانسياً مع بعضها البعض لتعزف لنا مع زوفة سمفونية الخلود سمفونية الخلود لكل مخلوق لكل مخلوق يسعد بأبعاد هذا العمل الإنساني المجتمعي التي وهبها السمفونية الخلود التي وهبها الخالق لكل حي يحيا في ملكه في ملك مين؟ ملك الله سبحانه وتعالى وأن هذه المعزوفة السمفونية لها أتر وقوانين وسياسات وثقافات وقيم وأخلاقيات وبداخلها صناعة ماهرة كأمثلكم صناعة ماهرة كأمثلكم لأنها صناعة 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 ماهرة كأمثلكم وخبراء حاذقين يدرون مت؟ يدرون مسالك سبل هذه السمفونية وزين معزوفة في كل بقعة من أرجاء المعمورة ليس فقط في وطنك لكن في كل بقعة من أرجاء المعمورة المعزوفيات تختلف ألوانها مذاقتها وكلمتها عن المعزوفيات الأخرى ده العمل الإنساني أو العمل الخيري اللي أصبح صناعة مجتمعية يا شباب عشان نما تيجب تستغفوا في العمل ده تعرفوا مهنية حرفيته أو حرفية مهنيته العمل الخيري مش مهنة مهنة لا مش أي حد كده أي حد هب ودب ونط ونزل يقول لك أنا هشتغل عمل خير لا الكلام ده كان راح راح خلاص خلص أو وليس انفعالات ارتقالية وعشوائية وعاطفية بيقوم بها من لا خبرة لهم وزي ما أشعر مثلا نخضح في أحد لا ما بقاش كده خلاص خلاص الدول دلوقتي بترعاه المؤسسات النومية بترعاه الشركات العملاقة بترعاه لأنها أقوى قوة ناعمة تستطيع أن تنفذ لأعماق أي مجتمع محتاج لتنفذ سياسة المانح فيه العمل الخيري حلم يتدفق في أفئذة الفقراء نور يتلألأ في أعين سمعين يا شباب معايا يا شباب معايا يا شباب حلم يتدفق في أفئذة الفقراء نور يتلألأ في أعين المساكين مشاعر تتوجه تتوهج في أحاسيس المخورين نبض يتدافع في مهج الأرمل وأمل يتجدد في ضمائر الثكلة فعلينا يا شباب فعلينا يا شباب أن نجعله حقيقة علمية قيمة حضارية نهضة اقتصادية مسوعة تربوية ومسيرة مستقبلية لبناء القيادات المجتمعية هذا هو العمل الإنساني والعمل خالي أول مرة تانية للشباب اسمعوا لأن دي ستكون مسؤوليتكم في المستقبل من اليوم والمستقبل بدأ من أمس العمل الخيري حلم يتدفق في أفئذة الفقراء نور يتلألأ في أعن المساكين مشاعر تتوهج في أحاسيس المقهورين نبض يتدافع في مهج الأرامل أمن يتجدد في دمائر الثكلة فعلينا يا شباب أن نجعل هذا العمل حقيقة علمية علمية قيمة حضارية نهضة اقتصادية موسوعة تربوية ومسيرة مستقبلية لبناء مثل لبناء القيادات المجتمعية سمعين يا شباب ده دوركم لا تتنزلوا عن أن تكونوا قواد ورواد في نفس الوقت العمل الخيري أيضا خلق ورسالة ومهمة وقامة وقيمة وثقافة وفلسفة فكرية بانية لروابط الأنسجة المجتمعية يفتبقى العمل الخيري أي تري هو خلق ورسالة ده دي كنت يا شباب أنتوا هتحطوا الحاجات دي كلها وحتأطروا لها نحن ذاهبون وأنتم باقون العمل الخيري خلق ورسالة مهمة وقامة قيم وثقافة وفلسفة فكرية بانية لروابط الأنسجة المجتمعية معايا يا شباب العمل الخيري شراكة مع أصحاب المال الحقيقيين من الفقراء صاحب المال في العمل الخيري هو الفقير والأرمانة والمسكين وليس المانح المانح مستخلف على المال أما صاحب المال الحقيقي فهو الفقير فهو الفقير العمل الخيري أيضا وسيلة وغاية يا شباب العمل خيري وسيلة وغاية فهو وسيلة لرفع المعاناة عن من عن المحتاجين والأيتام والأرامل والمشردين المغتصة بحقوقهم دي وسيلة نرفع المعاناة عنها أولاك لكنها وغاية لماذا لإرضاء الخالق تمكين المحتاج بناء المجتمعات والدول استقرار الأمن والسلم المجتمعيين تأسيس نهضة وإنشاء حضارة لأن التناثل عن الاثنين هو وسيلة وغاية وسيلة لرفع المعاناة عن المحتاجين والأيتام والأرامل والمشردين المغتصة بحقوم وهو غاية الأرضاء أول من ترضيه هو الخالق سبحانه وتعالى تمكين المحتاج بناء المجتمعات والدول استقرار الأمن وسلم المجتمعين تأسيس نهضة وإنشاء حضارة والعمل خيري أيضا مسئولية مسئولية كبيرة جدا 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 نأت عن حملها السماوات والأرض والجبال فحملها الإنسان الظالم لنفسه وجهل بعظم قدر هذا العمل الخير والعمل الخيري مدخلا فسيحا لماذا؟ لجنان عرضها السماوات والأرض إن أبلين فيه البلاد الحسن فهم مدخل لجنات عرضها السماوات والأرض وهوية صحيقة نهوي منها إلى قاع جهنم وعياذ بالله التي يقودها الناس والحجارة إن أسأنا فيه إلى أصحاب المال الحقيين إن أسأنا فيه إلى أصحاب المال الحقيين من الفقراء والمساكين فهو جنة وجهنم والعياذ بالله العمل خيري روح تبعث الأمل في أكباد القلوب التي عانت من شظف العيش ظلم من شظف الحياة ظلم الأحياء بطش الزبابرة سطول فسدة وسوق إدارة ضعاف في النسوس والعمل خيري أيضا روح تبعث الأمل في أكباد القلوب التي عانت من شظف الحياة ظلم الأحياء بطش الزبابرة سطول فسدة وسوق إدارة ضعاف العمل خيري وصنع حياة وهو وسيلة نجاة في نفس الوقت لمن؟ للطفل رعاه كريم منكم انتم الكريم سقا هذا الطفل رعاه كريم فسقا رزق خباه من الله سبحانه وتعالى هذا الكريم خباه وفضل حباه اعطال الطفل اليتيم ده ليمحوا وشقاه بأرض فلا أرض في آخر الدنيا كده فلا 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 فيرفع بها فيرفع بها بها يبهاء الطفل في ظل سماء سماء الله سبحانه وتعالى ويشمخ علاء على الطفل بعدل انقضاه للطفل ليتمنعناه وفقر انبلاه للطفل فنصبح نحن نراه الطفل عزيز غناء الله سبحانه وتعالى غناء عن طريق هذا الكريم بهي ثناء بهي منظر ثني مظهر بهيج حناء لماذا ولا أعطاه عظيم الصراحة هذا هو العمل الخيري لذلك إن كنا سنصبح مال مجتمعيين خيريين إنسانيين فلا بد أن يكون القيم وإنسانيات وأخلاقيات وأتر نسير عليها من أجل إسعاد من يدفعوننا رواتبنا من الفقراء والمساكين اسألوا قبل أن تعطوا المال وبنحقكم أن تسألوا حتى ولو كان العطاء بسيط أنا أشكركم جميعا على حسن استماعكم ليا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن كان هناك في بعض التعليقات يا علي فممكن تعتهالي إن كان عندك بعض التعليقات إلى آخر يعني أو حد عايز يتكلم يا سيعمل مدخلة ما فيش مشكلة لو في أي مشاركات ممكن نستقبلها لحد الآن ما كان في أي مشاركة لو في أي حد حد منه يسأل سؤال أو يستفسر ممكن بيرفع اليد وبيرسال رسالة على الشات عندك حاجة على الشات لا دكتور ما فيش من الإخوة جزاهم الله خير والأخوات يعني شهموا كل حاجة وجزاهم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورمضان كريم نلتقي الإزمار قادم إن شاء الله في الزكاة وكيف نصر في الزكاة ما بين المجتمع المحلي اللي نعنش فيه وبين كذلك المجتمع الخارج فلذلك وعليكم السلام محمد كترجي من البوسنة جزاكم الله خير وسلطان أبو سلمان من أريتريا جزاكم الله خير وأما يوم الخميس أو الجمعة القادم ستكون باللغة الإنجليزية إن شاء الله لكن الأسبوع القادم إن شاء الله يوم الثلاث وقال يكون أول يوم رمضان هنتكلم فيه عن الزكاة يعني فيه هناك الناس بتفرض عن الناس إن الزكاة فقط تصرف داخل الدول وإن كانت هذه الدول غنية وقوية وفيها خدمات اجتماعية أشكركم جميعا وجزاكم الله خير وأشكركم على حسن استماعكم وصبركم علي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خير ورمضان كريم عليكم جميعا إن شاء الله